اهلا بكم النهاردة معينا وصفة الكشري هنعرف ازاي نعمل كشري زي كشري بتاع الشارع يعني اقرب طعم دي بس طبعا على انضف كتير لكل الناس اللي بتحب الكشري يلا طبعوا معنا الفيديو عشان نعرف الطريقة بالتفصيل ويلا بينا نبتدي اول حاجة هنبتدي بأسهل حاجة وهي المكارونة هنسلق المكارونة بالطريقة العادية العادي انه المفروض نحط المكارونة يكون نعين اللي هي الخواتم دي والسباجيتي انا ما كانش عندي السباجيتي فحطيت كل الخواتم حطيت 200 جرام منها يعني تقريبا اقل شوية من نص الكيس اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت هنسلقها بالطريقة العادية خالص وهنركنها على جنب تاني حاجة معنا هناخد نفس الحالة اللي احنا سلقنا فيها المكارونة هنتدي نعمل فيها الصلصة معلقة زيت عليها معلقتين كبار من التوم المفروم يعني حوالي 6 فصوص من التوم هنشوحهم كده مع بعض الاول يدوب ياخدوا لون احنا مش عايزينهم يتقلوا بصوا هياخدوا لون حلو كده خفيف وبعد كده هنروح نزلين عليهم بربع كباية من الخل ما تزاودوش الخل هنا قوي لان احنا رسا هنعمل الدقة بتاعت الكوشريف عشان ما يبقاش الخل زيت قوي في الاكلة بعد كده هننزل بخمس حبات من الطماطم المضروبة طبعا يفضل ان احنا نستخدم هنا طماطم فراش هنضربها كويس في الخلاط وبعد كده هنحط عليها معلقتين صغيرين من الصلصة انا بحب احط الصلصة عشان بتدي صلصة الطماطم بتديها لون كده وريحة حلوة وهنزود البهارات بتاعتنا انا بحط ملح وفلفل بابريكا وبودر التوم اللي عايز يستغنى عن اي حاجة منهم يقدر يستغنى عنها في ناس ما بتحبش البابريكا في الاكل بس انا بحس انها بتدي لون حلوة قوي للصلصة واهم حاجة بقى الكمون يعني نزود كمون على الصلصة دي لان ده اللي بيميز صلصة الكوشاري تمام احنا كده حطينا كل البهارات هنقلبها بقى كويس بصوا هي لونها اصلا بقى حلوة اي مطرح البابريكا والصلصة اللي احنا حطناها هنوطي بقى عليها النار هي هنخليها على نار متوسطة وهنقفل عليها الغطا لحد ما تتسبك خالص وتبقى كويسة تمام ودي تاني حاجة معينا في الكوشاري ندخل بقى على تالت حاجة وهي العتس انا كان عندي كوباية من العتس غسلتها كويس جدا ونقيتها طبعا لازم تنققوها لو عندكم الباكتز بتاعت السوبر ماركت يكون افضل طبعا وبعد كده هنحط العتس في مياه مغلية وهنحط عليه ملح وكمون وهنسلقه مش هنعمل فيه اي حاجة تاني هون بيخد شوئة كتير خالص في السلق يعني هياخد منه تقريبا حوالي من ربع ساعة لعشرين دقيقة بس طبعا دي كمية صغيرة يعني هنا انا حطيت كوباية واحدة المقدير بتاعت الكوشاري لكوباية العتس هنحط قدامها كوباية رز ونص كوباية شعرية هنحط بقى ملح وكمون على المية وهنقلبها كويس ونسيبها على درجة حرارة متوسطة لحتى ما تستوي ما نهريهوش قوي لان احنا لسه هنقلبه مع الرز بعد كده هنجيب خلصنا احنا العتس هنجيب بقى في حلة تانية على النار نص كوباية من الشعرية في معلقة زيت كده ونقلبهم في بعض علشان نحمر الشعرية الاول نكون احنا غسلين الرز ونقعينه هننزل بقى بالرز كايننا بنعمل رز بالشعرية بالطريقة العادية تماما هننزل كده الرز وهنقلبهم في بعض وبعد كده هنسقي الرز بالشعرية بتاعنا بالمية بتاعت العتس ما ترموش مية العتس وانتو بعد ما تسلقوه مية العتس هنا هتدي طعم حلو جدا 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 للرز هي اصلا هتحس ان انت الرز شارب من من العتس ده طبعا بديل للناس المبتدئة علشان في ناس كتير بتحط العتس مع الرز وبيعجل منهم ويعني الوضع ما بيبقاش لطيف فنعمل ده الواحد وده الواحد وافضل بس طبعا اللي حابي بيعملهم من الاتنين مع بعض اوكي هنحط بقى انا هنا حطيت كوباية من الرز ونص وكوباية من الشعرية بقى انا هحط عليهم كوبايتين من مية العتس هنسوي بعد كده الرز بالطريقة العادية هحطيت عليه هنا ملح وكمون وسبته على نار عالية لحد اما تشرب تماما هنقفل بقى عليه ونسيبه على نار هادية لحد ما يستوي بعد كده هندخل على البصل المقرمش الحلو ده هنجيب بصل نقطعه جوانح وهنحط عليه معلقتين من النشا النشا هنا هو السر اللي هيخليه مقرمش ومش هيطره وده اول سر لسه فيه سر تاني هننزله كده في زيت غزير كأننا بنقلي بطاطس محمرة بالزبط ومش زيت ما ينفعش يكون قليل هنحطه على درجة حرارة عالية وبعد كده نهدي النار لحد اما لونه يبقى حلو كده لونه لون الكرامل لما هنيجي نطلعه هنطلعه في مصفة مش هنطلعه على مناديل المناديل هتطر البصل طلعه في مصفة وسبوه كده للهوى شوية هتلاقوا لسه نشف زي ما هو عمره ما هيترى منكم ايوة هنا انا على كمية العادس والروز دي عملت بصلايا واحدة بس كانت كبيرة قوي يعني ممكن تعملو بصلتين متوسطين نجي بقى لاخر حاجة وهي الدقة هنحط عصير لمونة كبيرة هنا ممكن نقدر نعملها على البارد او نقدر نعملها سخن في طاصة مثلا او كسرولة على النار بعد كده هنحط نص كباية مية نص كباية خن يبقى لمونة كبيرة نص كباية مية نص كباية خن وهنحط عليهم معلقة من التوم المفروم ايوة هنحط معلقة كبيرة من التوم المفروم وعليهم ملح وكمون وكده هتبقى خلصة الوصفة طبعا الدقة مهمة ومن الحاجات يعني انا بحب اروح ايكل كشري برا عشان الدقة دي بالزات تمام نقلبهم كده على البارد لو حد حابب ياخدهم غلوة كده على النار ممكن برضو بس يعني هيا الموضوع مش مستاهل بس كده اسرع كشري في الحياة الكشري الحلل بتاعته كتير قوي بس هو بصراحة بيطلع احلى كتير من بتاع برا هنغرف بقى الترتيب بتاع طبق الكشري الاول بنحط الرز بالشعرية ومعهم العدس انا هنا خدت نص كمية العدس اللي انا سلقتها قلبتها مع رز بالشعرية والنص التاني هحطه كده هزين بيه بصوا انا هنا زودت العدس عليه عشان انا بحب العدس طبعا نزود كده شوية عدس كمان وبعد كده هنضيف المكارونة زي ما انتوا عايزين بقى اقولنا الخواتم الكبيرة دي في الخواتم الاصغر منها في السباجتة براحتكم نزود شوية العدس كمان عشان انا بحبه بعد كده هنحط السلسة للي حابب يحط شط على السلسة برضو يقدر يحط وبعد كده الحمص انا هنا كان عندي الحمص الجاهز المعلب لكن احنا ما نقدر نجيب الحمص الكياس اللي بيتباع في السوبر ماركت وننقعه نوص ساعة الاول في مياه سخنة وبعد كده نسلقه في مياه من غير اي اضافات تانية هيطلع معنا نفس الحاجة ونحط البصل في الآخر وما تنسوش تحطوا الدقة بتاعة الكشري عشان انا ننسيت احطها قدام الكاميرا بس كده وصفة الكشري خلصت ان شاء الله تجربوها ويا رب تعجبكم واشوفكم تاني على خير باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة